بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المسلمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ما زلنا في رحلتنا مع الصلاح والإصلاح وانتهينا من فعل الأمر وانتهينا من فعل الأمر ما يتعلق بالأوامر المباشرة أصلح أصلحه and today إن شاء الله we'll start with the present tense فعل المضارع فعل المضارع نفس الموضوع بيدور حول عملية الإصلاح ونلاحظ أن فعل الأمر بيأتي لحل المشكلة موجودة في المجتمع يعني the imperative verb will come about a problem exist in the society and Allah سبحانه وتعالى commanding us to do so and so to fix it ولكن فعل الأمر like proactive يعني فعل استباقي لحل المشكلة إن ظهرت وسنرى هذا من الآيات التي سنتناولها الليلة إن شاء الله أول آية تقابلنا في قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لَأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَلَا تَجْعَلُوا بِهُمْ and then he made an oath for any reason family reason whatever and we ask him why you don't do it because I made an oath قالوا سبب نزول هذه الآية أن الرجل كان يحلف على ترك الخيرات من صلاة الرحم أو إصلاح ذات البين أو إحسان ثم يقول أخاف الله أن أحنث في يميني فيترك إرادة البر في يميني يعني same what I said just he will make an oath and he will leave the good things to do because he made an oath فقيل لا تجعلوا ذكر الله مانعا بسبب هذه الأيمان عن فعل البر والتقو another reason for this آية قيل أنها نزلت في الصديق رضي الله عنه أو بكر الصديق لما حلف ألا ينفق على مصطح ابن خالته وكان من الفقراء المهاجرين لما وقع في إفك عائشة رضي الله عنها you know the story about the lie or the إفك they said about أم المؤمنة رضي الله عنها عائشة and one of the cousins or relative to Abu Bakr الصديق his name is مصطح and he talked about عائشة in a bad way so Abu Bakr made an oath by Allah he will not give him money anymore so العلماء said one of the reasons to reveal this آية is the story of Abu Bakr and مصطح وعندنا حديث يؤكد هذا المعنى ما أخرجه مسلم رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير if you made an oath and you see not to do something and you see if you do it better than your oath then do it and do the good thing فلا يمنع الخير ما هو أخير منه يعني if we have good this good thing will not prevent doing better or things are better than it فنختار الأخير والأفضل والأنفع وهكذا يتربى المسلم على ترتيب المصالح والأولوية يعني إحنا we have to think about priorities if something is good something more good or less good this is how our 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 عقل as a Muslim should be taught now if we reflect on this ayah from different aspects يعني عندما نتأمل هذه الآيات نجد أن كثير من الأخطاء التي نقع فيها تكون بسبب هذا العمل إذا كان فعل الأيمان قول الأيمان وفعل خير يمنع خير فالله سبحانه وتعالى أمرنا ألا نتبع هذا الأسلوب بأن نفعل الأخير نفعل الأفضل كم من المشاكل في المجتمع المسلم لأننا نعتقد سواء هذا الاعتقاد شخصي أو اجتهاد أن لو فعلنا هذا الأمر ستكون مشكلة فنقع في مشاكل كثيرة there's a lot of people that they think they are right and they want the whole ummah to follow them thinking they are right and then what will happen is a problem happening in the society okay so to do good to do islaah and this is why Allah subhanahu wa ta'ala and it's very important to see the context and the verses and the words in the ayat Allah subhanahu wa ta'ala ماذا وضع القرآن في هذه الآية البر والتقوى والإصلاح البر and taqwa and islaah came together in the same ayah and it's important to analyze this فلا البر كل أنواع الخير يعني any good يعني هي كلمة جامعة لكل أنواع الخير the word البر it's a word that gather all the good actions and all good deeds that we do فننظر مثلا في محاولة الإصلاح if we try to fix something can we fix it according to our mind or according to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala according to بر according to what we agreed about what is good and what is bad what is halal and what is haram it's not up to me it's not up to everybody watching you asaad because you are very important okay so what happened is that when we think that something is good and we try to fix something we have to fix it fix it according to البر if we have a problem in the society we have to fix it according to شرعه في الله سبحانه وتعالى it's not by your way it is not by your ijtihad and this is why we have the word التقوى what is taqwa is again to protect yourself from the anger of Allah سبحانه وتعالى from the غضب الله from the punishment of Allah من عقاب الله from the hill fire from النار فدي معنى التقوى فأنا مأمور عندما أصلح المجتمع أن أصلحه دون أن أقع في خطأ يوقعني في غضب الله سبحانه وتعالى وعلي أن ألتزم بمنهج البر so I have to protect the society from falling in the anger or punishment of Allah سبحانه وتعالى and according to the birr according to the deen of Allah سبحانه وتعالى how many examples that we have in our society that we try to make things because we think it's good الله knows and you don't know قل أأنتم أعلموا أم الله you know it better than Allah سبحانه وتعالى who has more knowledge الله سبحانه وتعالى and this why these آيات are very important to fix our mind يعني إصلاح العقل المسلم سواء العقل أو القلب نحن عندما نتكلم عن كثير من الأمور عن القدر وعن كيف الأسئلة الصعبة في العقيدة there's a lot of difficult questions في العقيدة عن قدر how Allah knows and what will happen there is a simple step if you make everything is easy يقولون إيه العقل داب تصل بها إلى السلطان ولا تدخل بها عليه your mind is a horse you take it to the palace of the king but the moment you are in on the door of the king what do you do you leave your horse outside and you walk in with complete with complete submission to Allah your عقل took you all the way to accept Allah as your Rabb that's enough after that your عقل work only in one thing which is the the narration authentic or not and we have to have the right understanding but don't challenge Allah not because the kids are doing something wrong we have to do something wrong to attract them you know some people making a sin and we want to attract people to us so what we do we do a sin to attract them to us and this is why in the church why now in the church when they go in any ceremony they have music they play piano and songs and in the church why because before they don't have music in the church and people it's boring people don't go to church so we have piano and you know music did people went to church in Canada no they didn't go there's only one way if you bring a billy dancer they will come but then this will not be a deen so we have to fix everything according to the deen of Allah with gradual with حكم with wisdom all of this but we don't do something not right to convince the people to come to the masjid يعني رسول الله سلام used to pray in the normal days حتى تتورم قدماه الشريفة صلى الله عليه وسلم في من القيام رسول الله سلام used to stand every night we don't pray night including myself I'm not قيام الليل we don't pray so رسول الله سلام used to pray every night until his feet عليه السلام will swallow and imagine the pain and he's not a young man he's like 50 something 60 عليه السلام now we have the 10 days the last 10 days sorry last 10 nights تعال في خلاف ابن العلماء الأفضل ليالي ليالي العشر الأخيرة وأفضل الأيام ذي الحجة okay so the best nights are the last 10 of Ramadan and the best days are the first days of حج okay so we have the best 10 nights okay رسول الله سلام used to pray all night and which night of ليلة القدر people are fighting which one which one and in the morning you see do they see the sun the cloud whatever we have 10 nights do the same in 10 nights that's it you have 10 nights do the same every night you will win ليلة القدر why you make it difficult you know this gambling philosophy يعني فكرة المقامرة guessing I will guess I will you know I will pick one night and that's it you know you have 10 nights work hard 10 nights if you can do اعتكاف come and do اعتكاف if you can play at home no problem even if you pray عشاء in جماعة and you pray فجر in جماعة فكأنما قام الليلة كل if someone come to pray عشاء في جماعة الفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كل so الله سبحانه تعالى all الله want from you is to show him that I am عبدك أنا عبدك سلمت الأمر إليك I am your slave I will do whatever you want from me I will live قل إنا صلاتي ونسك ومحيا وماتي لله رب العالمين my life my worship my business my sleeping what you do everything you do whatever I do I do for the sake of Allah we sin yes sometimes we make mistakes because this is our nature كل بن هذا مخطأ وخير الخطأين التوابون but we don't make the sin حلل we admit I have shortcoming oh Allah forgive me oh Allah stir me cover me right but I don't make the haram halal this is where الإصلاح if we fix this we will be able to use this month to move forward some people I'll say someone asked me in the beginning of Ramadan you know I feel bad I feel I said why because Ramadan I come to the masjid more I said this is exactly what we want we want you يعني Ramadan is an opportunity فرصة أن تأتي إلى المسجد كثيرا حتى تتعود فتأتي طوال العام يعني it's good opportunity for you to come and you taste the beauty and the sweetness of coming to the masjid so you can continue إن شاء الله so please have this نية of إصلاح إن شاء الله and we ask الله سبحانه وتعالى to make us among الصالحين and among المصلحين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والسلام عليكم وبركاته شكرا